موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصين والشرق الأوسط الحضارات الصاعدة تدرك أن الانفتاح هو المفتاح بينما يتلبس الأفلون مرض الخوف من الآخر فينظلقون وتموتوا حضاراتهم وظهرهم اختناقا والتبادلات الثقافية هي واحدة من أهم منصة التعرف على الآخر والاستفادة من تجاربه وميزاته التكملية حديثنا اليوم حول التبادلات الثقافية والتعاون الثقافي في مجال المكتبات ومعي في الستوديو الدكتور عبد الكريم الزيد وهو نائب المشرف على مكتبة الملك عبد العزيز مرحبا بكم ومرحبا بك في الصين أيضا ومعي أيضا الأستاذ ضيفي الدائم الأستاذ فوجيمين من جماعة بكين مرحبا بك أهلا وسهلا قبل أن نواصل الحوار دعونا نشاهد تقرير كما اعتدنا حول مشروع مكتبة بجماعة بكين بني باستثمار سعودي أو هو في الحقيقة هدية من المملكة العربية السعودية لنتابع عند الحديث عن المكتبات يحب البعض الاسترشادة بعبارة المدير العام السابق للمكتبة العامة بالأرجنتين والكاتب الشهير جورجي لويس والتي يقول فيها إذا كان هناك جنة على الأرض فيجب أن تكون على هيئة مكتبة منذ نشأتها ظلت المكتبة المكان الذي يقرأ فيه الناس وينهلون من المعرفة على الدوام وما برحت مصدرا متجددا للمعلومات والمعارف والأفكار وفي هذا العصر الذي تشغل فيه شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية حيزا كبيرا من حياتنا يتبادر إلينا توجيه السؤال منذ متى لم يدخل أحدنا إلى المكتبة وينطق كتاب مفضلا ليبحر بين دفتيه وينعم بالهدوء والسلام بدأت المكتبات الصينية العامة فتح أبوابها مجانا أمام الجمهور منذ عام 2012 ومع التطور الذي تحقق على مدار السنوات الماضية باتت خدمات المكتبات الصينية لا تقتصر على إعارة الكتب والمجلات بل امتدت إلى توفير بنوك للمعلومات وحواسب ذات اتصال لاسلكي بالإنترنت فضلا عن تنظيم الدورات وإقامة المعارض الدورية وغيرها من الأنشطة العديدة الأخرى وبالإضافة إلى ذلك بدأت الجامعات الصينية التعاون مع المكتبات الأجنبية في بعض المشروعات المشتركة وهو ما يسهم في تعزيز مصادر المعرفة وتدعيم التبادلات الثقافية بين الصين ودول العالم بهدف دفع التبادلات الثقافية والإنسانية بين الصين والسعودية وقعت الحكومتان عام 2009 اتفاقية لإنشاء فرع لمكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين التي تعتبر من آرق الجامعات الصينية يجرى إنشاؤه فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودية في منطقة حماية الآثار التاريخية في جامعة بكين ونظرا إلى الصداقة العميقة بين البلدين صادقت الحكومة الصينية على المشروع في هذه المنطقة وتبلغ مساحة المكتبة أكثر من 12 ألف متر مربع وتتألف من ثلاثة طوابق فوق الأرض وثلاثة طوابق تحت الأرض تضم مكتمة الملك عبد العزيز العامة بجامعة بكين العديد من الكتب حول الدراسات العربية والإسلامية التي يقدمها الجانب السعودي إلى جانب المخطوطات الصينية القديمة النفيسة التي تحتفظ بها جامعة بكين سمعت أن المكتبة ستضم عدد ضخما من القتب كما سيقوم الجانبان بتنظيم مختلف الأنشطة المتنوعة أمل في كمال إنشائها في أسرع وقت ممكن لأنها ستزاعدون في دراسة ثقافتين الإسلامية والعربية حسناً نبدأ الحوار وسولي لك في البداية دكتور عبد الكريم هل المكتبة انتهت أم لم تنتهي بعد؟ أبداً المكتبة لم تنتهي ولن تنتهي أعمال الإنشاءات فقط إلى أن تنتهي البشرية هناك أشكال من نقل المعرفة وهذه الأشكال تتغير بتغير الزمن كنا نكتب في السابق بورق البردي ثم بعد ذلك بالرق أو الجلود والآن نكتب بالورق ومستقبلاً نكتب بالإلكترونيك ولكن لا يمكن أن تنتهي المكتبات بحكم أنها هي حاضنة المعرفة وهي من يقدم المعرفة والعلوم إلى المجتمع نعم إجابة جميلة والحقيقة كان سؤالي حول أعمال الإنشاءات في المكتبة هي ستكون باسم مكتبة الملك عبد العزيز أليس كذلك أيضاً؟ وهي سلسلة مكتبة تابعة لمؤسستكم نعم مكتبة الملك عبد العزيز العامة هي مؤسسة خيرية أنشأها الملك عبد الله بن عبد العزيز ولديها فروع لديها فرع في المغرب العربي في مدينة الدار البيضاء ومقرها الرئيس في مدينة الرياض والآن تحتفل بافتتاح فرعها الجديد في بيكين في جامعة بيكين في الصين فهنا الخط الطويل هي على وشك اللي انتهاء هذه المكتبة الصينية نعم لقد انتهت وسوف تستطع قريباً بعد أيام إن شاء الله وتبدأ في مزاولة أعمالها هل السعودية تساهم كيف هي المساهمة السعودية في هذه المكتبة؟ يعني البناء بتمويل سعودي وأيضاً الكتب ربما؟ نعم هذه اتفاقية بين الدولتين وقعت في عام 2009 لإنشاء هذا الفرع في جامعة بيكين تقوم المملكة العربية السعودية بالتمويل للمبنى وتشغيله ورواتب الموظفين وشراء الكتب والصرف على الأنشطة التقافية المتنوعة والحقيقة أن هذا الفرع عندما تقوم المملكة العربية السعودية بإنشائه هو ليس مقتصراً على المملكة العربية وإنما سوف يمتد أثره إلى العالم العربي كاملاً نحن نريد إيجاد مركز ثقافي حضاري يربط حضارة وتقافة الصين بثقافة وحضارة الوطن العربي نعم أستاذ فوس جمين هل زورت موقع هذه المكتبة بجمعاتكم؟ كل يوم كل يوم منتزورة لأن هذا الموقع يقع في داخل حرم جامعة بكين فمن بداية بنائها فأذاب إليه أريد أتمنى أن يكون هذا المبنى تم بنائه في يوم من الأيام لأن أستطيع أن أتطلع إليه وأقرأ الكتب فيه لأن نحن نعرف ستكون كتب بوافرة جداً باللغة العربية جميع الكتب لا ليس باللغة العربية فقط بل هذه المكتبة تركز في تراسة الدول العربية والثقافة العربية ليس باللغة العربية فقط ربما في لغة إجليزية اللغات الأخرى يعني هي تركز على الثقافة العربية والإسلامية ربما نعم صحيح وبكل اللغات نعم صحيح وأنتم في جماعتكم توجد الآن مكتبة عما هل يوجد قسم بهذه المكتبة للدراسات العربية؟ نعم هناك في جماعت بكين هناك مكتبة جماعت بكين هذه المكتبة تعتبر أحسن المكتبة على النطاق الآسية لأن فيها أكثر من 11 مليون نسخة من الكتاب 11 مليون نسخة من الكتاب من الكتاب عن اللغة العربية وهل ستكون هذه المكتبة مفتوحة ليل تلف فقط أم لربما كل المهتمين بهذا المجال؟ أعتقد في مثلا الكتب القديم يعني التابع النظام الجماع أما هذه الفرع مكتبة بديمالك عبد العزيز عما في جماعت بكين سيكون أعتقد هنا يكون واسع ومفتوحة لمن يريد أن يطلع إلى هذه المكتبة وهذا يأتي من أن المنظور الصيني دائما للتبادلات الثقافية من وجهة نظري من قراءتي الشخصية على الأقل يعني هو أنه منظور عملي وأن التبادلات الثقافية تأتي في إطار تمهيد الطريق لتبادلات سياسية واقتصادية أكثر سلسة فيما يسمى بالقوة النعمة ما رأي السعودية في هذه الرؤية البراجماتية تماما؟ تنظر لها بكل التقدير وهذا كلام صحيح جدا وكلام مقنع وعادة المسار السياسي يحتاج إلى الاستقرار والدعم ومن يقدم الاستقرار والدعم للمسار السياسي والاقتصادي هو تطور العلاقات الثقافية والمعرفية بين الأمم فهي تساعد على حل الكثير من المشاكل السياسية والكثير من المشاكل الاقتصادية ولذلك رجال السياسة يدركون ويعون جيدا بأن تعزيز الحضور التقافي والتفاعل بين الشعوب سوف يقدم لهم خدمات كبيرة جدا في نهاية المطاف نعم ما رأيك أستاذ فوجي من في ما قلته وأنا من رؤيتي أنا الشخصية يعني التبلوات أو الاهتمام الثقافي أو الصيني بالتبدلات الثقافية بين العالم الصين يعني تحكم بتبدل الثقافي بين الدول العربية وبين الصين فنحن نعرف كما قلت قبل قليل يعني التبلو الثقافي أو ثقافة تعتبر بالقوة الناعمة يعني يكون هناك تبدل تجاري والاقتصاري بين الصين ومثلا في السعودية كبيرة جدا نحن نعرف هناك تبدلات في صناعة النفطة أو هناك منهجات النفطية ولكن بالنسبة إلى الثقافة نحن نقول هي قوة ناعمة لماذا نحن نعرف إن جامع هي مكان لتربية الأكفاء فالأكفاء الطلاب هم يذهبون إلى المكتبة للكراءة هذه الكتب لمعرفة هذه الثقافة والحضارة ثم يعني ترك أثرا جديدا جدا في ذهنهم هذه حضارة وهذه الثقافة والأعداد وتقاريد هذه هي قوة ناعمة بالنسبة ليهم وبعد تخرجه من الجامع وبذحب هذا إلى العمل ربما هذه العلم ستكون هناك أدوار فعاليات في ذهنهم وفي عملهم هذه هي قوة ناعمة أما بعد وصولهم إلى مثلا دول العربية كيف يتعامل شعب كيف يتعامل مع شركات الأجنبية ربما هذه الأجانب أو هذه العلم المهمة ستفعلهم هذه الأشياء هذه هي قوة ناعمة فأعتقد أن التبادل الثقافي وصيلة مهمة جدا في تبادل الثقافي بين شعبين فهذا ليس بثقافة وحدها فقط فلا بد الثقافي في حاجة إلى تبادل متبادلة في حاجة إلى النشر في حاجة إلى توصيع هذه المعرفة نعم يعني نتحدث بقى حول الكتاب الإلكتروني دكتور عبد الكريم حضرتك بتقرأ الكتاب الإلكترونية من الكتاب الورقي أقرأ جميعهما الورقي والألكتروني الورقي أقرب إلى نفسي نحن مجتمع ورقي لأننا جيل تعلمنا من خلال الكتاب الورقي نحن كجيل ولذلك لدينا حب وحنين إلى الكتاب الورقي التسارع في التقنية والمعرفة ونشر هذه المعلومات الكثيرة أوجدنا الكتاب الألكتروني ولكن سوف يتم التحول شيئا فشيئا إلى أن نصل في نهاية المطاف إلى أننا نقرأ ألكترونيا ويصبح الورق وسيلة من الوسائل القديمة الأثرية ربما نشاهدها في المتحف ولكن الحقيقة من قدم هذا الورق هو قدم من الصين وخدم البشرية مئات السنين فهذا أحد المخترعات والمكتشفات التي قدمتها حضارة الصين إلى العالم أجمع كيف استطعت المكتبة بشكلها الجديد بشكل عام ومكتبتكم بشكل خاص كيف استطعت أن تحتضن هذه التكنولوجيا الجديدة وتجعلها جزء من العمل بها بدأنا باكرا في التفكير بذلك فهناك أكثر من نسق لقضية التفاعل مع التقنية أولا يجب أن تقوم بتحويل ما تحتويه من أوعية معلومات كتب مخطوطات وثائق إلى شكل ألكتروني ثانيا يجب أن تنشي قواعد بيانات ومعلومات تستطيع من خلالها أن تتفاعل مع الآخرين ولذلك لدينا مشروع يسمى بالفهرس العربي الموحد يشترك فيه أكثر من أربعة آلاف مكتبة في الوطن العربي ويضم ما يقارب أو ما يزيد على المليوني كتاب ومادة معرفية هذا أكبر رصد عربي تقافي موجود إلكترونيا ويستطيع أي شخص تم اطلقه لأن الفهرس العربي الموحد يعني أنا سأكون بالبحث عنه واستطيعين الدخول إلى هذا الفهرس ومعرفة ما تريدين من كتب في أي موضوع وأماكن تواجدها في المكتبات العربية هذا الأمر أوجد لدينا خطة أخرى للتفاعل مع حضارة الصين ولذلك قدمنا مشروع يسمى بوابة المكتبات الصينية العربية إلى جامعة الدول العربية وتم الموافقة عليه وسوف يطلق إن شاء الله بعد أشهر قليلة لاحتضان الثقافتين الصينية والعربية في بوابة واحدة يستطيع أي باحث أن يستفيد من هذا المعطى التقني الحديث في أي مكان في العالم وعلى فكرة هذه المشاريع مجانية ولا يوجد عليها قيود من حيث الاستخدام أو الكلف نواصل الحديث حول المزيد من التفاصيل حول هذه المشروعات المثيرة للأمل في الحقيقة ولكن مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم ونعود إليكم مشاهدينا ولكن قبل مواصلة الحوار دعونا نشاهد التقرير فقد أصبحنا نعيش في عالم الثورة الإلكترونية وصار الفضاء الإلكتروني يغزو كل مجالة الحياة تقريبا والمكتبات لا تستثنى من ذلك دعونا نتعرف في التقرير التالي على بعض المكتبات الصينية التي طبقت أفكار مبتكرة لتواكب بها طفرة التطور الرهنة إذا ما قمت بالتنزه بمحادات شاطي بيدخاء بمقاطعة خبيب الصين فستجد مبنى رماضيا شامخا يقف منفردا بصحبة البحر إنه مكتبة عامة وإذا ما دخلت إلى هذا المبنى من بوابته الشمالية فستقع عينك على طابقين مقصصين للقراقة ينزعان عنك أي شعور بالوحدة ويمنحانك شعورا بالأنس والدفة ترجمة نانسي قنقر تعج أرفف المكتبة بالطابقين الأول والثاني بالكتب ويستطيع زائر المكتبة أن يطالع هذه الكتب في سكون جالسا أو وقت في السنوات الأخيرة اجتاح العالم ما يسمى بمكتبات العطور التي تعين المرأة على تنشط الذاكرة من خلال تجربة العطر الجديدة فالعطور في المكتبة يمكنها أن تربط كل شيء بأصله بما فيها روائح الخضروات والشاي والقهوة وحتى الثلج والمطر والتبغ وغيرها من الروائح الفريدة الأخرى وفي شنقهاي تم إعفاء القرار من إدخال رقم الحساب والرقم السري على مكينات القراءة الرقمية الذاتية الخدمة حيث بات بإمكانهم استعارة الكتب مباشرة بعد مسح الرمز الثنائي الأبعاد للكتب التي اختاروها على الشاشة وخلال المعرض المتخصص الذي أقامته مكتبة شنغهاي تحت عنوان مكتبات عام 2020 تم عرض الكثير من التكنولوجيا الجديدة والتي شملت إنجاز عملية الحصول على بطاقة التسجيل وكذلك استعارة الكتب عبر الخدمات الذاتية بالإضافة إلى عرض البيانات الضخمة والطباعة الثلاثية الأبعاد والقراءة الحسية وذلك لإرشاد زوار المعرض إلى الشكل الذي ستكون عليه مكتبة الأحلام في المستقبل نعم نوصل الحوار بعد مشاهدة هذا التقرير وكما شاهدنا في التقرير هذه المكتبة الجديدة الصينية في أعتقد في تشينداو ربما كانت هذه المكتبة أو في بي داي خو هذه المكتبة لديها العديد من الأشياء الجديدة ومنها مكتبة للروائح فما رأيك دكتور عبد الكريم في ذلك؟ المكتبة الناجحة هي من تلبي حاجات تارك المجتمع وتحقق رغباتها المعرفية والعلمية وحتى الإنسانية عندما تتجه المكتبة في بوصلاتها لخدمة تارك المجتمع والتفنن وابتكار طرق جديدة لخدمة المجتمع فهي إذن مكتبة ناجحة وما أخبر القراءة لدى الشباب الصينية الآن؟ هل يقرؤون بشكل أفضل؟ فعلا أن أقول لكم بالصراحة أن السينيون في زمن طويل في الماضي كان يحب أن يقرأ أما الآن وخاصة بعد أخور العصر الإلكترونية العصر الكاربائي ربما التلاب الشباب قليل منهم أو معظمهم يحب ولكن بعضهم لا يحب أن يقرأ قدب كثيرة يعني ما زال هناك حاجة إلى دفع الشباب الصينيون نعم صحة بمقارنة مع مثلا الدواء العربية ومثلا الأمريكا ربما العدد القارئين القراءة الآن في سين بنسبة قليلة جدا نعم دكتور عبد الكريم يعني جاء إلى ذهني الآن أننا الحقيقة لا نعرف الكثير عن الشباب السعودي يعني ربما لا نعرف أي شيء عن الشباب السعودي هناك صورة بعيدة جدا نعم للأسف ولكن السعودية شريحة الشباب هي شريحة كبيرة جدا من مكونات المجتمع إذن هي أمة أمة شباب أمة حديثة السن فنجد أن نسبة الشباب منتفعة جدا في السعودية وقد يكون عدم أو يسبب عدم معرفة ما هو الجيل من الشباب السعودي قد يكون بعض الصور السلبية هنا وهناك ولكن الشباب السعودي شباب طموح متفاهم يحب التعرف على الحضارات والتفاعل معها يستخدم التقنية بشكل كبير جدا ويتفاعل من خلال هذه التقنية في بناء صداقات عبر الحدود تجدين هناك صداقات لهذا الشاب السعودي مع شخص في كوريا في الصين وربما يعني ارتفاع مستوى المعيشة أيضا أدى إلى إتقان اللغات نعم وإتقان اللغات في السعودية جدا ممتاز ما أخبر القراءة بقى القراءة يعني هناك إشكال كبير جدا في القراءة الآن الشاب العربي وليس الشاب السعودي بدأ يقرأ بدأ يقرأ من خلال التقنية وتوفر وسائلها بشكل أكبر وسهولة وأيضا رخص زر 8 وأحيانا بدون أموال على الإطلاق بتبسد زر فقط نعم ولديه شغف بالقراءة ومعرفة ما يدور في هذا العالم هذه الإحصائيات وشغف بتاريخه أيضا وبثقافته نعم هذه الإحصائيات القديمة سوف تتغير إلى الأحسن وسوف نجد جيل من الشباب في الوطن العربي يتفوق علينا بكثير أو يتفوق على الأجيال السابقة بكثير وبمراحل متعددة نعم أستاذ فوجمين يعني دعني أنتقل إلى موضوع آخر وهو الصين مرة أخرى الصين وجمعات الصينية تتبنى العديد من السياسات والوسائل لدفع الطلاب إلى القراءة نعم صحيح وإلى المزيد من القراءة وإلى التوجه إلى المكتبة فما هي هذه السياسات الآن يعني من الأطفال يعني الآن من روضة الفال نحن نقاطم لهم الكتاب المناسبة للأطفال لكراءة وأيضا بالنسبة إلى مثلا في مدارس الابتدائية ويعدادية نحن نقاطم لهم الكتب المناسبة لكراءتهم نحن نبسط لهذه الكتب مثلا ربما كتب الصعبة نحن نبسطه لكي هم يفهمون وخاصة ألا نحن نسجعهم في كراءة الكتب عن التكنولوجيا والتكنولوجيا العالية ولكن مع أن هذه العلوم التكنولوجيا العالية صعبة جدا نحن نبسطهم وخاصة نحن سنتلب من العلماء والخبراء هم يكتبون هذه الكتب بمصلحات بسيطة ليس بمصحة التقيق جدا لكي نحن نفهم لأن تكنولوجيا في حاجة إلى تبسيط في حاجة إلى نشر أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات مثلا مجلسير أو طلاب جامعية فنحن نقدم لهم قائمة من الكتب لكي هم يقرؤون كل سنة مثلا مئة أو مئتين هذا من النسخة من الكتاب أما بالنسبة إلى دراسة أولياء هكذا نحن نسجعهم أما العام الناس نحن يكون هناك في أي مكان مثلا هناك معرض الكتب نحن نقدم لهم هذه الكتب الموجودة وأيضا نحن نقدم تخفيض لشراء هذه الكتب فعلى كل حال نحن نسجع ونقدم ونبسط لهم الطرق لكراءة نسجعهم على الكراءة فأعتقد الآن كما قال الدكتور عبد الكريم أعتقد أن هناك إحصائي ربما يعني مختلف أما في المستقبل نحن نسجع القراءة والعام الناس وخاصة الشباب يعودوا إلى القرفة أو يعودوا إلى المكتبة لكراءة ما يعجبهم ما يحبون نعم أعود بك مرة أخرى دكتور عبد الكريم لما قلنا قبل الفصل وأحتاج لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع الأملاق فيهرس العربي الصيني الفهرس العربي الموحد ولكن هناك بوابة البوابة بوابة المكتبات الصينية العربية كيف ستكون هذه البوابة؟ نعم هذا مشروع كبير جدا ومشروع سوف يقود التقارب الثقافي بين الصين والعالم العربي وهو أحد الركائز الأساسية حتى أن جامعة الدول العربية قد وافقت عليه ووافقت عليه الحكومة السعودية والآن تتبناه مكتبة الملك عبد العزيز العام وسوف يكون لفرعها في جامعة بكين دورا رئيسا لتفعيل هذا المشروع لدينا اتفاق مع المكتبة الوطنية في الصين وبعد شهرين إن شاء الله سوف تبدأ مراحل إطلاق الأولي لهذا المشروع كيف ستكون المراحل الأولية؟ المراحل الأولية يجب أن ننظر إلى المكتبات في الصين والمكتبات في الوطن العربي كجزء واحد عندما يتم الربط الألكتروني بين هذه المكتبات بمحتوياتها وجميع مقتنياتها المعرفية أصبحنا ندور في فلك واحد أصبحنا ببوابة واحدة كما هو عنوان هذا المشروع هل من الممكن أن هناك طلاب صينيون اشتكوا لي في الحقيقة أنهم يحتاجون إلى كتاب عربي ما أو مرجع عربي ما ويأخذون شهورا قبل أن ينصل إلى الصين إذا جاء أصلا سوف ينتهي ذلك سيعرف مثلا أنا أريد كتاب في هذا المجر فعندي سأجد في أي مكتبة أجدها أتصل بهذه المكتبة ترسل لي هذا كتاب إلى الصين يعني هناك رصد لمليونين وربع مليون كتاب عربي لدينا في المكتبة سوف يتمكن أي باحد من الصين التعرف على هذا الرقم الكبير والتعرف أيضا على أين تواجد هذا الكتاب في مكتبات الوطن العربي إضافة إلى الحصول على نسخ الكترونية ديجيتال كامل للكتاب في حالة توفره نحن ننظر الآن إلى الجانب الصيني الجانب العربي أيضا يحتاج إلى معرفة الكثير هناك أقسام بدأت تدرس اللغة الصينية في جامعاتنا العربية هناك اهتمام كبير جدا بالتقاف الصيني معهد كونفوشيوس أيضا منتشرة فأصبح التبادل الثقافي من الجانبين لم يقتصر على الصينيين وإنما حتى نحن في العالم العربي نحتاج إلى التعرف على المكتبات الصينية وما تحتويه من كنوز معرفية كبيرة نعم سؤالي الأخير أستاذ فوجي منك ما هي الطفرة التي تتوقعها أنت ربما في جيلكم لم يكن حتى تحتاج إلى كتاب عربي كيف كنت تحصل عليه قبل الإنترنت؟ قبل الإنترنت يعني صاحب علينا نحن نحصل على هذه الكتب العربية مستحيل يعني ربما تذهب للعالم العربي لتقرأ الكتب العربي يعني سمعت أن هناك الصديقي كانهم يتعلم لغة عربية وهو كان يقرأ كتاب واحد فقط أو نوع من الكتاب واحد فقط وهو مثلا مجلة عربي مثلا أو الأحرام أو خبار فقط هم يقرأوا هذا الكتاب واحد فقط لأن ليس لهم الطرق والوسائل يتعلم اللغة فيقرأ كتابا واحدا فقط أو يعني كثير من الناس التلاب هم يدرسون اللغة عربية من أعمال رئيس بوزادون بلغة العربية لأن هذه الكتاب واحد يستطيع أن يحصل على كراءتها بلغة عربية فما هي التفربة التي سيحدثها هذا التغيير وهذا الربط بين العالمين العربية والصينية في المجال الأكاديمي ومجال المكتبات الآن المكتبة الموجودة الكتب الموجودة وإذا كتب الآن موجودة في المكتبة فإذا كان هناك تلابهم يريدون أن يتلع هذه الكتب يأتي إلى هذا الموقع لشراءه ويعرأ وإيضا لكراءه فإذا كما قال الدكتور عبد الكريم هناك البوابة الفهرة الموحدة الكتب العربي والصيني فيمكنه أن يجدها لأي كتب عن طريق الإلكترونية فيسهلهم على المطالعة في الشباب سيودي هذا مثلا إلى جيل جديد من الصينيين المتعلمين للعربية نعم محظوظون جدا هم محظوظون جدا الآن ما يتعلم العربية لهم فرص لحصوله على أي كتب كمية محما كان هذه الكتب المزال موجودة بعيدة جدا عن الصين ولكن سهل عليهم يحصل على هذا الكتب بسهولة عن طريق التي تجدها الرقمية أو كتاب النسخة الوراقية لنقل من المكان بعيدة إلى يديهم نعم هذا حقيقي ويعني نظرا لضيق الوقت في الحقيقة ننتهي من هذا الحوار البناء وكان معي في الستوديو الدكتور عبد الكريم الزيد نائب المشرف على مكتبة الملك عبد العزيز أشكرك جدا ومعي أيضا أستاذ فوجي من جماعة بكين ومشاهدين ألقاكم في حلقة جديدة من برنامج الصين والشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة